قولوا الماما أنا مظلومة والله ما عملتش حاجة دي كانت الكلمة الأخيرة اللي قالتها نيرا قبل ما تخلص على نفسها وتقابل وجه كريم بسبب صاحبة عمرها اللي تنزع من قلبها الرحمة وصورتها وفضحتها وسط صحابها علشان تفهم الموضوع لازم تعرف القصة من الأول الساعات اللي فاتت اتصدر خبر وفاة طالبها اسمها نيرا عمرها 18 سنة من محافظة الدأهلية وبتدرس في قولة طب بطري في العريش وسكنة في المدينة الجامعية الترند وبقى السؤال اللي شغل الناس كلها نيرا خلصت على نفسها ليه؟ في يوم حصل بين نيرا وزميلة لها خلافات عادية وتخنقوا مع بعض لكن زميلة نيرا دي كانت شطان في شكل إنسان وقررت تنتقم من نيرا بأبشع طريقة ما تخترش على عقل بشري وهي أنها تصورها وهي بتستحمى في الحمام تفكير كارسي من بنت لسه في بداية حياتها المهم البنت دي صورت نيرا وهي بتستحمى وبعتت لها الصور والفيديوهات وبدأت البنت دي هي وصاحبها يهددوا نيرا بنشر الصور والفيديوهات وكانوا بيتريقوا عليها جامد لحد نيرا ما تدمرت نفسياً المهم نيرا قعدت تتحايل على صاحبتها والولد اللي معاها علشان يمسحوا الصور والفيديوهات بعد ما بعتوها في جروب بينهم على الواتساب بس هم رفضوا وقعدوا يتريقوا عليها وشبهوها بالبرس نيرا نزلت تشتكي في إدارة المدينة وتحكي اللي حصل معاها بس المفاجأة هنا إنهم رفضوا يعملوا شكوى ضد زملتها والشؤون قالت لنيرا عايزة تشتكي صاحبتك؟ أنت عارفة يا بنت مين؟ امشي من هنا يا ماما وفعلاً مشت نيرا ومقدمتش أي شكوى في الوقت اللي صاحبتها وزملها بيهددوها بالفضيحة لحد ما قررت تلجأ لأم صاحبتها اللي صورتها في الحمام والصدمة إن الست طلعت عارفة وقالت لها مش عايزة تتفضحي؟ ايه تأسفي البنتي؟ وفعلاً كتبت نيرا رسالة لصاحبتها عشان تعتذر لها على المشاكل اللي بينهم وقالت لها أنا أسفى على حاجة أنا معملتهاش واللهي بس حقك علي لو كان وصل الكلام مش كويس أنا قلته بس واللهي أنا ما قلت حاجة يا ريتة أنت ما تأزينيش في حاجة وأنا وعيدك إن لو كانت سرتك بتتجاب فمش هجبها وهنا الضحية نيرا فكرت إن الموضوع خلص لكن صاحبتها رجعت تهددها من تاني هي وزملها وطلبوا منها تنزل تقابلهم عشان يعرفوها شروطهم إيه ويمسحوا الصور والفيديوهات دي وفعلاً على طول نزلت نيرا وكلمت أمها وعرفت عنها خارجة وروحت نيرا تشوفهم وهناك طلبوا منها الطلبات كانت صعبة جداً زي إنها تهين نفسها قدام زمائلها في الكلية وحاجات تانية كتير طبعاً رجعت نيرا وكانت في حالة صدمة وفضلت صايمة لحد من المغرب قدن وفطرت على سم نيرا قررت تتخلص من نفسها علشان تترحم من التهديد والابتزاز وآخر كلمة قالتها نيرا قبل ما تموت قولوا لماما أني مظلومة واللهي ما عملتش حاجة وبسرعة صحاب نيرا خدوها على المستشفى بس كانت ماتت واتصلت إدارة المدينة بأهلها عشان يروحوا يستلموا جزتها من المستشفى والصدمة إنهم ما يعرفوش أي حاجة عن اللي حصل مع بنتهم وهم بياخدوا عازة نيرا أبوها اكتشف في الصدمة وعرف إن بنته الحافظة لكتاب ربنا والملتزمة اللي كان الكل بيحلف بأخلاقها وقعت ضحية لتنين زميلها مرضى نفسيين ضيعوها وكانوا السبب في موتها ومن وقت الوقعة دي ما حصلت وهي قلبة السوشيال ميديا والكل بقى بيتكلم عنها وطلع هاشتاج على منصة إكس رجعوا حق نيرا حتى رجل الأعمال الملياردير نجيب سويرس شارك في الهاشتاج ده وقال حقك في رقابتنا يا نيرا وفي النهاية قلنا رأيك في الواقع وهل فعلا ممكن بنت تعمل في صحبتها كده وتضيعها بالشكل ده؟ ترجمة نانسي قنقر